دخلت قافلة مساعدات إنسانية جديدة قطاع غزة من مصر وفق ما أفادت مصادر إسرائيلية ومصرية وعبرت 17 شاحنة مساعدات أمس الأحد من الجانب المصري لمنفذ رفاح الحدودي نحو قطاع غزة وهي ثاني قافلة مساعدات إلى القطاع المحاصر منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وفصائل فلسطينية وتحتوي المساعدات الإنسانية فقط على المياه والغذاء والمعدات الطبية وأوضحت الأمم المتحدة أن الشاحنات فرغت شحنات المساعدات في مستودعات وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين أونروا التي ستقوم بتوزيعها رغم ذلك أكدت الأمم المتحدة أن تلك الشحنة بالكاد تعادل 4% من الواردات اليومية لقطاع غزة قبل بدء الحرب وأن مئة شاحنة لا بد من أن تدخل يومياً لتلبية احتياجات مليونين وأربعمائة ألف نسمة يعيشون في القطاع نصفهم من الأطفال وكانت خافلة أولى من عشرين شاحنة قد دخلت القطاع السبت بعد التوصل لاتفاق يسمح بذلك وفي ظل أزمة الوقود التي يعاني منها القطاع نقلت عبر المعبر ستة سهاريج وقود وذلك بعد إعلان الأونروا مسبقاً بأن أول شحنة من المساعدات التي دخلت إلى القطاع لم تتضمن الوقود مشيرة إلى أنه بدون وقود فإن السكان في قطاع غزة بمن في ذلك الأطفال والنساء سيستمرون في الاختناق وتستعد السلطات المصرية لتجهيز أربعين شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البري اليوم فيما ويبلغ عدد شاحنات قوافل المساعدات والتي تتكدس في انتظار السماح لها بالدخول عبر معبر رفح من الجانب المصري لقطاع غزة مائة وخمس وسبعين شاحنة